ملايين للأجنة قد رأت النور بسبب نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي أو أطفال الأنابيب. هذه التقنية أعادت الأمل لكثير من الأزواج بالإنجاب منذ ابتكارها أو اكتشافها في نهاية السبعينيات. إلا أنها لاقت تحريما في البداية لدى بعض البرجعيات الدينية قبل أن يفتي الأئمة بتحليلها مع بعض التحفظات. طيب مؤخرا نشر مركز أبحاث صيني دراسة تشير إلى إمكانية استخدام منظومة تساعد على إنماء الأجنة داخل رحمة اصطناعية. ووفقا لهذه الدراسة قد تساعد هذه المنظومة على تحرير الناس من أعباء الإنجاب. وفي نفس الوقت رفع مستوى سلامة وتطور الجيني وتتكون منظومة المربية الاصطناعية من رحمة اصطناعية يعمل بالذكاء الاصطناعي. الجنين كما يظهر هنا في هذه الصورة يكون موجودا داخل هذا الرحمة المصنع أو الاصطناعي. حيث يتحكم العقل الاصطناعي بالمربية الآلية. هذه المنظومة مزودة بأجهزة تنظيم السوائل وإمدادات الأكسجن. وبالإضافة إلى ضبط دقيق لثاني أكسيد الكربون والمدخلات الغذائية والبيئية. كما تحمل كاميرا قادرة على تكبير صورة الجنين بأدق التفاصيل. وهذه التقنية تساعد على اكتشاف أصغر التغييرات التي تطرأ على الأجنة أو إصابتها بعيوب مثلا. وفي حال موت الجنين يتم أرسال تنبيهات لإزالته من الوعاء هذا الشبيه بالرحمة. ردا على هذه الدراسة قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة أن هذا الأمر بدعة منكرة ومحرمة ومجرمة بحسب وصفه. ده علم فاسد علم دار علم مدمر للأخلاقيات التي خلق الله والناس عليها. الشراء السموية تأباه سواء يهودية سواء مسيحية سواء إسلام. نحن نرفضه تماما ولن نرضخ لهؤلاء قولا واحدا لصرف الناس. أنت تعرف بعد كده إيه؟ الإلحاد هيكسر. هقول لك بس أنت والسقف العظيم بتؤمن أنه في خالق في مكانة بتخلق. أنا عن نفسي أسأل الله ألا أرى هذا الزمان الذي يبقى فيه أطفال من مكانة. هذا الأمر لو حصل ده أنا أقول لك الفصل الأخير في حياة البشرية. بالمقابل خلف الشيخ حسن الجناني وهو أيضا من علماء الأزهر رأي كريمة. ورأى أن استخدام هذه التقنية سيكون مباحا شرعا إذا واجه الزوجان مشكلات في الإنجاب. كما هو الحكم الشرعي في الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. في صمام في القلب أنا عندي صمام الأورطة في ضيق. لو أنا وصل لدرجة ضيق معينة كده لازم حيبقى تغييره حيبقى معدني أو ليفي. يبقى حنقول لأ أموت أحسن. يبقى لازم لازم نتواكب مع تطور العلم الذي يخدم البشرية. لو أنا متزوج امرأة وأنا أحبها حبا جمع بل أعشاقها عشق وهي حصل لها مانع طبي أن كلما بتحمل والدكات رأي له مفيش فايدة. طيب لو خدنا منها بويضة وحيوان منو مني وعملناها في الروبوت ده لما يكون في ربوت زي كده طيب هو إيه الفرق بينه وبين الحضانة؟ طيب ملونات بنزل زي عمره ست شهور وبدخلوه حضانة بيقعد بالشهر والاثنين والثلاثة عشان يكتمل نموه طيب هو أريد من كده. يا مكينة مولانا مكينة. أراء كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل بالشأن المربية الاصطناعية. مثلا هنا محمد يقول تخيلوا يصنعوا منها أجنة عدة ثم يجعلونهم جنودا لا يعلمون معنى الخوف ويشاركوهم في الحروب في فيلم مثل ماتريكس أو هيتمان. ميسون قصاص لها رؤية مختلفة تقول ما دام النطفة تتبع للزوج والبويضة للزوجة لا يصح التحريم بالمطلقة لأي أداة أو وسيلة. فإن استخدمت في حلال صار الفعل حلالة وإن استخدمت في شر صار الفعل حرامة. أرجو أن يجعل الله في مثل هذه الاختراعات حلولا للمبتلين. بيان تقول وتبين في تدوينتها له ما عمله. وصار تطورات بالعلم راح تظل الروح هي الأساس وهي من الله. ومستحيل الإنسان يخلق مثل ما خلق الله بروح. مثلا الرسمة برسم الإنسان بشكل دقيق. بس ما بيقدروا يحرقوها وتكون فيها روح بالنهاية. أما السلين. للأفترض نجاحة العملية والمشاعر التي تنقلها الأم لجنينها طولة فترة الحمل سبحان الله. فهو يتفاعل مع حزنها ومع فرحها. فهو يتعلم الأحاسيس داخل رحمها. ويخرج وهو قادر على تمييز صوتها. ستصنعون شيئا مجردا من الأحاسيس والمشاعر. تتحدثوا بلغة مشاعرية. أما سارة تقول. الروح ما ينفخها أكيد نافخها. وهو الله. الإسلام شجع العلم بكل حبافيره. وما فيه شيء ممنوع في العلم. اللي خلانا في تخلف هو التفكير المحدود والإدعاء أن الإسلام ضد وضد بينما الواقع تقاليدنا عاداتنا وتفكيرنا المسيطر عليه من قبل الناس. الدعوة والتدين علشان يبينوننا أن التفكير غلط. تجد الإشارة مشاهدين أن هناك منظومة المربية الاصطناعية لا تزال في مرحلة التطوير. أي أن هناك متسعا من الوقت لمناقشتها من الناحية دينيا وأخلاقيا. لأنه يبدو أن هذه المنظومة تقوم برعاية أجنة الفئران بفعالية وفقا للدراسة الصينية. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.